كما استعرض مدبولي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية شهدتها مصر على مدهر السنوات الماضية والتي تقدر بـ 477 مليار دولار أضاف مدبولي أنه خلال الفترة ما بين فبراير 2011 إلى مايو 2013 انخفض تصنيف مصر لإتمانية ست مرات أنا حايف بحط هذه الأرقام كحقائق ودي حطها كل الاقتصاديين الخسائر المصرية أو خسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة للظروف عدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية شهدتها مصر على مدار السنين الماضية الخسائر دي قدرت بـ 477 مليار دولار خسائر مترقمة الاحتياط يخسر عشرين وثلاثة من عشرة في الفترة ما بينها 2011 و2013 خسائر قطاع السياحة 32 في المية متوسط معدل البطالة وصل إلى 13 في المية ودي بعض الأرقام اللي بتوري إزاي إن فعلا انخفضت أرقامنا ومؤشراتنا بصورة كبيرة جدا بسبب هذه الظروف الشديدة الاستثنائية اللي مرت بها مصر ترجمة نانسي قنقر